اهلا بكم مشاهدين في سوريا اليوم نصر هو الاول في فرنسا الاثنين من بين الاف المعتقلين الذين ابتلعتهم معتقلات الاسد الى غير رجع قرار قضائي بملاحقة ثلاثة من اركان الاسد من الجهة الامنية الذين لهم باع طويل في ماكينات القتل المتنوعة التي طالت ما يناهز المليون سوريان بين قتيلا ومغيبا ومختفين لكن ما هي درجة الامل التي يمنحها القرار الفرنسي لمن مات تحت التعذيب او لمن ينتظر مصيرا مجهولا ضمن قوائم المعتقلين التي لا يعرف محتواء في محورنا ثاني مشاهدين شهرة البداية انطلقت من واشنطن نحو العقوبات التي تطمح لها ادارة ترامب ان تكون الاقصى ضد ايران تجميد لقطاع الطاقة والنقل والبنوك مع استثناءات مؤقتة لبعض دولين فهل تكفي هذه العقوبات او بتعبير اذاق هل تجبر ايران على الرضوخ اهلا بكم اصدر الادعاء العام الفرنسي مذكرة توقيفا بحق كل من اللواء علي مملوك رئيس الامن القومي واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية واللواء عبد السلام محمود وهو رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية بدمشق ودعا قضاة التحقيق الى ملاحقة هذه الشخصيات الامنية بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الانسان والتعذيب والاختفاء القصرية اسامة حميد دخل في اعماق وجاب اعماق القصة وعدلنا هذا التقرير محكمة باسم القضاء الفرنسي اصدر الادعاء العام مذكرة توقيف ضد ثلاثة من كبار ضباط نظام الاسد وهكذا اذا تستهدف مذكرة التوقيف ضباطا في قمة هرم القيادة الامنية للنظام اللواء علي مملوك مدير الامن القومي واحد المستشارين المقربين من نظام الاسد والذي ظهر قبل يوم واحد من مذكرة توقيفه مع وفد الروسي وهو ذاته علي مملوك الذي نال اعجاب الايرانيين وذا كما يفسر ظهوره معهم في قمة الصفاء والحب وتبادل الابتسامات العريضة وهو ذاته كذلك الصندوق الامني الاسود لفك شيفرة البوابات الامنية السورية وكلمة سرها للولوج في خفايا ما تخبئه المعتقلات والزنزانات بشتى اصناف التعذيب تمتد ملاحقة القضاء الفرنسي للمشاركين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتتوسع لتشمل كذلك اللواء جميل الحسن مدير ادارة المخابرات الجوية وكذلك اللواء عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في دمشق تواجه هذه الشخصيات الامنية دعوى قضائية فرنسية لارتكابهم جرائم حرب ولتورطهم في جرائم ضد الانسانية ناهيك عن التعذيب والاختفاء القصري فقد بدأت الحكاية عندما قام عبيدة الدباغ شقيق وعم الضحيتين مازن وباتريك عبدالقادر الدباغ من حاملين الجنسية الفرنسية والسورية وكان الاب وابنه تعرضا للاعتقال في العام 2013 وفي تموز يوليو من العام الحالي حصلت عائلة الدباغ على وثائق وفاتهما لكن تعاونا قانونيا بمشاركة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير قدم رؤية شاملة وشهود محوريين أدلوا بشهادتهم حول وسائل التعذيب المميثة في مركز اعتقال المزة والجرائم المرتكبة التي نفذتها عناصر المخابرات الجوية السورية بكل الأحوال أدل القضاء الفرنسي بدلوه تجاه ملاحقة هذه الشخصيات الأمنية ليبرز السؤال ما مدى تأثير هذه المذكرات على حرية تنقل هذه الشخصيات وما هي الآلية القانونية المتبعة لتنفيذ بنود مذكرة التوقيف وهل يمكن اعتبار هذه المذكرة بداية حقيقية لتقييد المطلوبين للعقاب أم أن الأمر يبقى رمزيا ما لم يدخل القضاء الأمريكي على خط مذكرات التوقيف لمتابعة هذا الموضوع أنا في الستوديو السيد مصطفى القاسم وهو مستشار في القانون الدولي مساء خير سيد مصطفى للمرة الأولى تقترب فرنسا من رجال بشار الأسد المقربين منه علي مملوك وعبد السلام محمود إضافة إلى جميل حسن ما أهمية هذه المذكرة بداية؟ مساء الخير أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين حقيقة خطوة جديدة نحو الأمام تقطوها المنظمات المطالبة بملاحق مجرمي الحرب في سوريا والمجرمين ضد الإنسانية سبق أن صدرت مذكرة بهذا الشأن ضد جميل حسن عن القضاء الألماني ومن ثم اليوم أو منذ بضعات أيام صدرت المذكرة بحق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود عن القضاء الفرنسي هذه خطوات تأتي ضمن طريق الحقيقة طويل وشاق السوريين خسائرهم كجرائم ضد الإنسانية مئات الألوف من الأشخاص سواء محتجزين ومعتقلين ومغيرين قصريا وأموات تحت التعذيب فلذلك كل منهم يصلح كقضية ضد هؤلاء المجرمين لذلك هذه الخطوة اليوم صدور هذه المذكرات عن القضاء الفرنسي خطوة حقيقة ليست خطوة تعتبرها نصرا للعدالة كما وصفها البعض على خلاف البعض الآخر الذي تشام وقال بأنه حالها كحال العقوبات التي لطالما سمعنا عنها وبالنهاية لم تضع حدا لجرائم نظام الأسد بحق السوريين هذا يستدعي مننا التفريق ما بين هل هي خطوة جديدة باتجاه تحقيق العدالي في هذا الإطار هي نصر حقيقة أن يكون هناك خطوة جديدة باتجاه تحقيق العدالي لكن هل هي حاسمة هل هي ستأتي بنتائج سريعة هذا الشيء حقيقة لا نبالغ فيه هذا عمل ليس نهائي هو يحتاج إلى البناء عليه اليوم لن تقوم فرنسا بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص ولو أنها صدرت معنها مذكرات اعتقال دولي بحقهم لكن تنفيذ هذه المذكرات له أصوله الخاصة دعنا نشرح هذا الموضوع هو القرار الأول من نوعه الذي يصدر في فرنسا أولا ولكن هذا طبعا بحسب لوموند الفرنسية صحيفة الفرنسية قانونيا هنا ما الذي تستطيع فرنسا اتخاذه اليوم أصدرت فرنسا مذكرات اعتقال دولي هذه المذكرات يجب أن تعمم على الدول المعنية بتنفيذها بحيث إذا على الأقل في الاتحاد الأوروبي إذا سفر أحد هؤلاء الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي يتوجب على الدول التي يسافر إليها أن تلقي القبض عليه وأن تقدمه إلى فرنسا فعلي مملوك في بداية العام سافر إلى إيطاليا وقام هناك بمباحثات مع وزير الداخلي الإيطالي ومع رئيس الاستخبارات الإيطالي لكن اليوم إيطاليا ستكون في حرج شديد جدا من استقبال علي مملوك لكن بالمقابل لا أتصور أن هناك مشكلة عند بعض الدول الأوروبي أن يذهب المسؤولين المعنيين إلى سوريا وأن يلتقوا بعلي مملوك في سوريا إذن سيكون هذا عائق ضد تحركات هؤلاء الأشخاص الذين صدرت بحقهم مزاكات الاعتقان وضد انتقالهم برياحية أو بسهولة بين الدول الأوروبي لتوضيح هنا فقط موضوع الشرطة الدورية والإنتربول لا صلاحيات لها هنا في باقي الدول عمليا يفترض أنه طالما سؤال بمعنى أدقى كيف يتم إلقاء القبض على متهم ومن ثم تسليمه للإنتربول يتم تسليمه إلى الإدعاء الفرنسي تقوم السلطات المحلية في الدول التي يزورها هذا الشخص بإلقاء القبض عليه ومن ثم تسليمه إلى فرنسا عن طريق الشرطة الدولية عن طريق الإنتربول لكن عمليا يفترض أن هناك طريق آخر لو كان هناك اتفاقية تسليم المجرمين يفترض في فرنسا أن ترسل هذه المذكرات إلى السلطات السورية والطالب السلطات السورية بتسليم هؤلاء المجرمين إلى فرنسا لكن هذه المسألة غير موجودة حقيقة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري يوجد عدة طرق لملاحقتها لكن بعض الطرق مغلقة منها طريق المحكمة الجهاد الدولية ومجلس الأمن الذي استخدم الفيتو عدة مرات وبالتالي أغلقها هذا الطريق لذلك اليوم اللجوء إلى طريق الولاي القضائي في بعض الدول التي يمتد اختصاصها القضائي إلى خارج حدودها في بعض الجرائم ينفع في هذا الإطار لذلك يلجأ السوريين اليوم إلى بعض المحاكم في فرنسا في إسبانيا في السويد في ألمانيا في ألمانيا أعطت نتيجة محدودة في فرنسا اليوم هناك نتيجة محدودة أخرى ومن ثم إذا تتابعت هذه المسألة الجديد بالذكر أنه في فرنسا اليوم تنصر 15 قضية وليس قضية واحدة هذه إحدى هذه القضايا قد تكون هناك مذكرات أخرى بحق أشخاص آخرين بدأت في عام 2016 قضية اليوم نعم مع تشكيل وحدة جرائم الحرب الفرنسية بدأت ملاحقة عدد من القضايا يبلغ عددها 100 قضية منها 15 قضية خاصة بالشأن السوري قد يكون هناك أيضا قضايا أخرى يصدر بها مذكرات لاحقا هذه القضية بالذات أيضا ستتم تابعتها أمام محكمة الموضوع ستحال هذه القضية إلى محكمة الموضوع ومن ثم قد تصدر أحكام وليس فقط مذكرات بحق هؤلاء الأشخاص مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن يوكلوا محامين يمثلوهم أمام المحاكم وأن يطعنوا في القرار فيما بعد على سبيلهم وهذا يوفر لهم ضمانات لا تتوفر في القانون السوري يعني في القانون السوري المجرم إذا لم يمثل أمام المحكمة لا يستطيع أن يوكل محامي يمثله ويدافع عنه ويطعن في الحكم الذي يظهر ضده في حين أن في فرنسا من الممكن لهم أن يوكلوا محامين رغم أنهم غير موجودين أمام القضاء ثم الطعن بالقرار طيب أليت هذا القرار لو تشحى لنا والأثار على المدى القريب لحياة هؤلاء المسؤولين المرفوعة بحقهم هذه الدعوة من باب الموضوعية والواقعية حياة هؤلاء المسؤولين لن تتغير أبدا سيذهبون إلى مكاتبهم هذه الليلة ويذهبون إلى مكاتبهم في الصباح ويتابعون الأفعال التي يفعلونها في كل يوم سوف يقومون بذات الارتكابات التي يرتكبونها فقط سيحد من تحركهم في الخارج في الأصل بعضهم لا يتحرك في الخارج نهائيا فقط على المملوك بحكم موقعه الخاص كرئيس لمكتب الأمن الوطني يسافر أحيانا إلى بعض الدول هذه المسألة يمكن معالجتها من خلال حضور ممثلين هذه الدول إلى سوريا لكن مع ذلك أنا لا أود أن أكون مصبطا هذه الخطوة مهمة ويجب البناء عليها ويجب أن يكون هناك خطوات لاحقة ويجب أن تبع هذه المسألة برأيك هل تحفز هذه المتكرة آخرين لرفع دعاوة ممثلة؟ هذا أمر مشجع جدا ويجب على جميع من يقيمون في هذه الدول ممن ارتكبت بحقهم جائم وبحق أقاربهم أن يستفيدوا من هذه الميزة وأن يقيموا هذه الدعاوة وأن يطالبوا بملاحقة هؤلاء المجرمين طيب يتحضر الآن المحامي مازان درويش مدير المركز السوري لحرية التعبير ريتم يتحضر هل ترى أي دلالات سيد مصطفى لهذا الموضوع وتوقيت هذا الموضوع والوصول إلى هذه النتائج سؤال جيد في الحقيقة هناك دلال مهم جدا ويجب أن يكون لها تأثير على الأقل يجب على السياسيين في تلك الدول أن يلتزموا بما أخذ به القضاء ومن ثم يدعملوا مع هؤلاء الأشخاص أو مع هذا النظام كمرتكب لجرائم ضد الإنساني وبالتالي الانتناع عن التعامل معه أو الانتناع عن البناء بناء العلاقات معه أيضا طيب مشاهدين أسمحوا لي أن أرحب بالمحامي مازان درويش مدير المركز السوري لحرية التعبير ينضم إلينا حديثا من باريس كيف ترى القرار مساء الخير أول شيء سيد مازان كيف ترى القرار الذي اتخذ اليوم بحق جميل حسان وعلي مملوك وعبد السلام محمود مساء الخير إلك والسادة المشاهدين والضيفك الكريم القرار خطوة ممتازة خطوة على طريق العدالة الطويل مثل ما دائما منقول وهو اعتراف رسمي من القضاء مستقل وقضاء مهني بأنه ما حدث في سوريا هو يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن هؤلاء الأشخاص جزء من النظام هو من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم اليوم في خطوة ممتازة بالنسبة لنا وهي جزء من مسارات طويلة بالمطلق هذا ما رح يكون النهاية ولا هذه هي العدالة لكن هذه جزء من جهد متكامل بأكتر من مكان وبأكتر من دولة الهدف الرئيسي هو ابقاء قضية العدالة حاضرة الهدف الرئيسي هو يعاقة أن يكون هناك أي حلول بالمعنى السياسي تطيح بحقوق الضحايا وتكافئ مجرمين الحرب بشكل عام في سوريا طيب بما أنك أتيت على على ذكر برجع وبقول هي خطوة نعم يعني التحديات التي تواجه محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا خصوصا في ظل قانون يحكم السياسة كما يصفه البعض أو يسميها البعض يعني بالنهاية إذا بدنا نحكي عن الشروط والظروف اللي مرت فيها سوريا لا شك أنه قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة للسوريا هو أن يكون هناك مسار وطني متوافق عليه بحكم الاتفاق السياسي والانتقال السياسي العام ينص على وجود مسار وطني للعدالة الانتقالية قائم على الحقيقة والمحاسبة والانصاف ومن ثم الوصول إلى المصالحة بالمعنى العام لكن كلنا ندرك أن الشروط السياسية اليوم لا تسمح بوجود مثل هيك خيار ندرك أيضا أن الشرط السياسي والشرط القانوني يمنع إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية فبالتالي اللجوء إلى سواء دعاوة عن طريق الاختصاص العالمي أو الاستفادة من قضايا مزدوجية جنسية أو الشركات التجارية ومسؤولية الشركات التجارية أيضا هذه خطوات بديلة خطوات ليست هي العدالة بالمعنى العام ولا هي هدفنا النهائي لكن هي واحدة من الأدوات الأساسية من أجل الضغط من أجل الوصول إلى العدالة من أجل إبقاء هذا القضية قائمة ومن أجل إرسال رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع مرتكبي الجرائم أن هذه الجرائم لن تمر مهما طال الزمن وأيضا بالمعنى السياسي اليوم نحن نحكي عن مذكرات توقيف صدرت عن القضاء الفرنسي قبل عدة أشهر أيضا كان في مذكرة توقيف من القضاء الألماني نتوقع أن يكون هناك أيضا مذكرات توقيف ببلدان أخرى مثل النمسا مثل السويد وأيضا مجموعة من البادلدان الأخرى نحكي عن الدول الأوروبية الأساسية الفاعلة لما يكون قضاءها هو يقول بأن هذا النظام ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أعتقد أنه على حكومتها أن تراعي ما يقوله القضاء أعتقد أنه سيكون هناك حرج لدى هذه الحكومات من عملية إعادة تعويم النظام أو إعادة شرعنته أو محاولة التغطية على كل مرتكب في سوريا بالمعنى القانوني بالمعنى السياسي سيد مازل هناك من السوريين اليوم يسأل لماذا بشار الأسد لا إلى الآن ألا تقود هذه الاتهامات إلى أن بشار الأسد يعتبر المسؤول ومن يقف وراء كل هذه الجرائم المرتكبة في سوريا أم الموضوع أكثر تعقيدا كونه يعتبر رئيس جمهورية ربما بنظر دول العالم حقيقة هذا السؤال مشروع بالمطلق نتفهمه من قبل أي سوريين ومننا نحن أيضا كمواطنين لكن التعقيدات القانونية تعقيدات العدالة للأسف لا تسمح لنا بتنفيذ رغباتنا القضية ليست قضية رغبوية بشار الأسد يتمتع بحصانة كونه رئيس الجمهورية وفقا للقانون الدولي وهذا أمر يعني خليني أقول ما نومطلق ما نهائي وهذا الأمر أيضا يعني إذا كان بالمحاكم المحلية الأوروبية يتمتع بهذه الحصانة أمام محكمة الجناية الدولية بوسائل وطرق أخرى لن يكون هناك حماية وحصانة حتى لرأس النظام بشار الأسد المهم أن قطار العدالة بدأ بالتحرك إلى الأمام بالنهاية مهما طال الزمن سنصل إلى ذلك الوقت اللي يحاسب في مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من كافة الأطراف وليس فقط النظام وإن كان النظام على رأسهم كأكبر طرف مارس هذه الانتهاكات وهذه الجرائم نعم سيد مازل هل من وسائل متوافرة في أوروبا اليوم يعني نود منك أن تفيد المشاهد في هذا السياق لمزدوجية الجنسية تحديدا لرفع دعاوة مماثلة شكرا لك على هذا السؤال لأنه نحن يعني هذه واحدة من الرسائل الأساسية من هذه الدعوة اللي قام فيه السيد عبيدة الدباغ وعائلة الدباغ يستطيع كل مزدوج جنسية كل شخص سوري له قريب أو هو شخصيا يحمل جنسية أوروبية أو غير أوروبية يحمل جنسية أخرى يستطيع القيام بهذا الشيء وأعتقد أنه واجبه القيام بهذا الشيء قضية العدالة ليست قضية فردية ليست قضية شخصية هذه مسؤوليتنا الأخلاقية ومسؤوليتنا العامة تجاه بلدنا وتجاه كل الضحايا بالتالي كل شخص لديه جنسية أخرى تعرض هو أو أحد من أصوله أو فروعه بشكل مباشر إلى انتهاكات إلى جرائم أتمنى عليهم أن يمارسوا حق وواجب باللجوء إلى القضاء المحلي وأكيد نحن بالمركز وشركائنا بمجموعة دول حول العالم جاهزين أن نكون بالمساعدة وتحت تصرف أي ضحية بأي مكان أختم معك سيد مصطفى هناك نقطة تلفت الانتباه فيما يتعلق بالمذكرات الصادرة سواء الألمانية في حزيران يونيو أو التي صدرت اليوم من فرنسا هي صدرت وفق قاعدة الاختصاص العالمي إن صح التسمية وهو ما يتيح لمتابعة الدول بملاحقة مرتكبي الجرائم حتى لو لم تحدث الجريم على التراب الوطني شرح بسيط كي أختم المحور تسمى الولاية القضائية وهي تسمح للدولة بهذه الحالة بأن تلاحق جرائم لم ترتكب على أرضها وإنما مع توفر بعض الشروط أن يكون المجرم مثلا موجود على أرضها أو أن يكون هناك بعض رعاياها قد تعرضوا لهذه الجرائم وفرنسا بالذات في الولاية القضائية تستفيد من هذه المسألة في هذه الدعوة بالذات أن المجني عليهم هم من حملة الجنسية الفرنسية لكن أود التنويه لمسألة في الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجرائم التي نظمها القانون الدولي لا يوجد حصاني لا لرئيس دولي ولا لغيره لكن هناك بعض التعقيدات على ما يبدو الإجرائي للتعلق برئيس الدولي لا توجد حصاني تعقيدات العدالة الدولية هناك سوابق في القانون الدولي هناك عدد مرؤساء دول تمت ملاحقتهم أمام القضاء نتيجة ارتكالهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية منهم على ما نذكر جميعا عمر البشير رئيس السوداني الذي صدرت بحقه مذكرات وأحيل إلى محكمة الجنالات الدولية إذن لا حصاني لرئيس الدولي فيها لكن لعب الرئيس هنا التعقيدات التي تحدثت عنها أنت في بداية المداخلة وتحدثت عنها السيد مازل لديك تعليق سيد مازل ولكن سريعا لو سمحت تفضل أي تماما مع كل المحبة الحصاني اللي حكيت عنها هي أمام القضاء المحلي وكنت نوهت أنه محكمة الجنايات الدولية الرؤساء الجمهوريات لا تمتعب الحصاني أمامها لكن نحن عم نحكي عن الحصاني أمام المحاكم المحلية الأوروبية أو بأي دولة أخرى محكمة الجنايات الدولية تستطيع ملاحقة رئيساء الجمهورية؟ نعم على كل حال كما تحدث سيد مازل الموضوع على الصعيد المحلي في فرنسا شكرا جزيلا لك المحامي مازل درويش مدير المركز السوري الحرية التعبير كنت معنا من باريس كما أشكر القاضي مصطفى القاسم وهو مستشار في القانون الدرويش شكرا جزيلا لك مشاهدينك كرام ابقوا معنا بعض الفاصل محورا آخر اشتركوا في القناة